نعود إلى حديثنا والتحذير من الظلم والأمر برد المظالم للناس ويحضرني في ذلك قصة لصحابي جليل من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم هذا الصحابي كان يكنى بأبا المعلق كنيته أبا المعلق في يوم من الأيام هذا الرجل كان يتجر في ماله وفي مال غيره ماله بسيط فكان يقترض ويذهب إلى السوق يشتري ويبيع ثم يعود فيرد ما اقترضه الدين المعاملة وفي يوم من الأيام وفي صبيحة يوم باكر خرج إلى السوق وفي الطريق اعترضه لص مقنع بالسلاح ورفع السيف عليه وقال مالك وجمك قال خذ ما معي من المال خذ كل ما معي من مال ولا تقتلني ماذا ستفعل بقتلي أقص هذه لنأخذ منها العزة والعبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره وحتى تربي ولدك بالحديث والسنة والآية والقصص فسبحان من جعل القصة سميرا للمتقين بيسعد بها الكبير والصغير والله قاعد أولادك وقل له قل لهم أن الظالم ده لما رفع السيف عليه وقال له مالك ودمك قال له خذ كل ما معي من مال ماذا ستفعل بقتلي قال له أما المال فهو لي لكني لا أريد غير دمك معنى كده إيه أن الظالم اللي زي ده والمفتري اللي زي ده شغلته أو تلززه في أنه يسفك الدماء هو كده كده هيأخذ المال لكن اللذ عنده بسفك دم الغير ولا يسأل يوم القيامة إن شاء الله أو الله اشاهد أن هذا الرجل الضعيف أبا المعلق لما يأس بعدما توسل إليه أن يتركه وقال لا يقتله واخذ كل ما معي من مال قال له أبدا المال لي لكني أريد قتلك لما يأس قال له طيب إذن اتركني أصلي أربع ركعات لله قال له صلي ما بدلك وبعدها أضربك بسيفي هذا فقام الرجل ووقف بين يدي الله وصلى أربع ركعات وفي التشهد الأخير دعا ربه بدعاء يقول راوي الحديث اسمع كذا ما دعا به مظلوم أو مكروب إلا واستجاب منه علام الغيوب فاحفظ الدعاء وعلم أولادك وربهم على أن يلجأوا إلى الله وقت الشدائد والصعبات دعا الرجل وقال يا ودود يا ودود يا زل عرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك ولجأ إلى ربه وسأله أسألك بنور عرشك الذي ملأ أركانه وأسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تغيثني من شر هذا اللص واكفني يا رب شر هذا اللص دعا الدعاء وفرغ من الدعاء مجرد ما فرغ من الدعاء استجاب الله الدعاء ونزل من السماء فارس عملاق عملاق فارس عملاق في يده حربة يصوبها وبقوة إلى صدر اللص فوقع اللص على الأرض قتيلها ووقف المظلوم وهو فرح مسرور يقول من أنت يقول للفارس من أنت الذي أغاثني الله بك تعرف يرد عليه ويقول لي أبشر أنا فارس أو ملك من السماء الرابعة لما دعوت الله بدعائك الأول سمع في السماء ضجة ولما دعوت بدعائك الثاني سمع في السماء قعقعة ولما دعوت بدعائك الثالث نودي في السماء دعاء مظلوم دعاء مكروب فاستأذنت علام الغيوب فأذن الله لي وأنا ملك من عند الله أما يجيب المضطر إذا إذا دعاه علم ابنك وقت الشدة وقت الكربات وقت الأزمات وقت ما تديق أوي 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 يلجأ إلى الله والفرج قريب ألا إن فرج الله إيه قريب فربك معك مطلع عليك يسمعك ويراك رب الإبن واجعل هذه شغلك الشاغل إنك تنشأ على معرفة الله وإنه يلجأ إليه لأنه هو القوي إلا هينصره ويؤيده ويحفظه ويتولاه ويرعاه كل من عنده كل بأمر ربنا سبحانه وتعالى إلى هذا الحد أكتفي سائل الله عز وجل أن يقسم ظهر كل ظالم يا رب اقسم ظهر كل ظالم أخرجنا من بين أيديهم سالمين آمنين معافين إنك ولي ذلك ومولاه ترجمة نانسي قنقر